بسم الله الرحمن الرحيم ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون حظها من ربهم ورضوانا وإلى حالة أصلادوا ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البكر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب أرئمت عليكم اللي تتقدم ونحم الخنزير وعاءوا إلا لغير الله به والمنخلقة والمعبودة والمتردية والنطيحة وما أكل السدع إلا ما دكيتم وما ذبح على النصد وأن تستقصروا بالنزل لا لكم في استقصر اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا من رخشان اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من التوارح مذنبين تعلمونهم تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا صلى الله عليه واتقوا الله إن الله سريع حسابا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهم محصنين غير مسابقين وما متخذي أخدان اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم إذا آتيتموهم أجورهم محصنين غير مسابقين وما متخذي أخدان وأن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَغْسِنُوا وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِطَ وَامْسَحُوا بِرْجُوبِكُمْ وَامْسَحُوا بِرْجُوبِكُمْ وَامْسَحُوا بِرْجُوبِكُمْ وَأَغْتُنَكُمْ وَأَغْتُنَكُمْ إِذَا الْكَعْبَيْتِ وَإِن كُنتُمْ جُرُبًا فَالْظَهَرًا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَاءُ وَعَلَى سَفَرِ الْأُوجَاءَ فَأَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْحَابِطَ أَوْ لَامَسُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَلَمَّمُوا صَيْبًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِرْجُوبِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ لا يريد الله ليجعل عليكم من حرجاً ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واتقكم به إِذْ قُلْتُمْ سَمِيْنَا وَأَطَلْنَا وَاتَّقُنَا إن الله عليهم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شمداء بالقسط وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِنُوا إِعْدِنُواهُ وَأَغْرَضُوا لِلْتَّقْوَى وَمَا تَنْسَوْوا الْفَضْنَ بَيْنَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِعْدِنُواهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ صَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يا أيضا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شمداء بالقسط وَلَا يَجَرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنَّا تَعْدِنُوا اِعْدِنُواهُ وَأَغْرَضُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ صُبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَلَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيمٌ يا أيضا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم مقار أن يبسقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عاكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثا فبني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وأمنتم برسلي وعزنتمهم وأقربتم الله وأقربتم الله طرقا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كبر بعد ذلك منكم فقد ضل سراء السبيل فإذا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفو عنهم وصفا إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغلينا بينهم العذاوة والضغط إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعطوا عن كثير قد جاءكم من الله نوره وكتاب مبين يهدي بإله من اتبع لضوانه سمد السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في القرض جميعا والله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير